على ذكر المجلس الجديد النهاردة النادي الاهلي أصدر بيانا مختصرا بشأن الرحلة الكبيرة المهمة الحقيقة اللي قام بيها الكابتن محمود الخطيب ومعاه من مجلس اللي داره الأستاذ العمري فاروق الأستاذ خالد الدرندالي والأستاذ خالد مرتاجي زاروا السعودية في مباحثات بشأن مشروع القرن الكبير ثم حضر الوفد الأهلاوي رفيع المستوى مباراة الصوبر في العين وبعدها وصل مباحثاته مع مجموعة من المستثمرين الإماراتيين في أبو ظبي علشان يعلن النادي هذا البيانة بشأن الرحلة نقرأ برضو نشارك جماهيرنا ونفسره طيب أعلن النادي الأهلي في بيان صحفي اليوم الأسنين عن توقيع مذاكر التفاهم تتضمن البنود والخطوط العريضة مع مجموعة المستثمرين الذين سيقومون بإنشاء مدينة الأهل الرياضية مدينة الأهل الرياضية مشروع القرن الذي يضم استادا عالميا لكرة القدم إضافة إلى مجموعة فنادق ومراكز تجارية ومدينة ترفيهية وملاعب دون أن يتحمل النادي أي تكاليف مادية وقد قام بالتوقيع ممثلا للنادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي فيما وقع ممثلا لمجموعة المستثمرين الدكتور ركان الحرسي وقال شريف بيوم شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يولي أهمية قصوة لهذا المشروع باعتباره الحلم الذي يسعد جماهير النادي الأهلي العريضة ويمثل قيمة مضافة لنموذج فريد من المشاريع الرياضية وبما يليق باسم وتاريخ نادي القرن الإفريقي وطبقا لمذاكرة التفاهم المواقعة فسوف يزور القاهرة خلال أيام ممثل المستثمرين للوقوف على مكان المشروع المقترح له موقعان لبدء التنفيذ الفعلي في الموقع الأنسب منهما ولتنتهي المرحلة الأولى من المشروع في غضون ثلاث سنوات من بدء التنفيذ ده البيان الصادر من الأستاذ شريف فؤاد المستشار الإعلامي هي خطوة الألف ميل التي أرى أن بتصارع الخطة ده الألف ميل دول ممكن تقطعهم فعلا في ثلاث سنين لأن الناس كانت متصورة أن إعلان دعائي أكتر منه إعلان وقيعي نادي القرن مؤتمر كبير لكن إنك أنت في أقل من عشرة أيام تكون موجود عشان تتدارس بعض العنوين الرئيسية اللي إحنا بقى مش هنخدش قوي غير لما تجينا التفاصيل هو كويس خلاص الأهلي مش هتفعل مليم طب المشروع ده نسبة المشاركة فيه إيه الأهلي يعني من أول يوم حيخدش له فلوس ولا إمتى لأن فيه مجموعة من الأطر والنظم يا إما المشاركة هي إما نظام حق الانتفاع البي او تي البي او تي بيت 15-20 سنة لما تاخد فلوسك لكن في الأثناء بتقعد تدي فلوس المشروع ده الدرس عشان يعمل فلوس فأنت ممكن فلوسك بدل ما ترجع في 25 سنة تلاقيه تلاقيها رجعت في 15 سنة لأن بالكلام ده مدينة طرفهية فنادق متحفين وحاجة جديدة هتخش النادي الأهلي هتجيب لك نوع جديد من الأعضاء ميدان الرماية الدولي العالمي هذا كله بيحطك في نقلة نوعية كبيرة جدا 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 كتف بكتف بقى مع الأندية الكبيرة فعلا فألف مبروك مقدما ونهان مجلس الإقدارة على سرعة تحركاته اللي بيدل على أنه واخدين الأمور بجد لأنهما قالوا الناس حسبونا على ما قدمناه من برنامج واعتقد أنهما بيتحاقوا الخطوة يمشي مالكا إن شاء الله تتلوها خطوات كبيرة مهمة في هذا الاتجاه وفي إنفاذ كل البنود الخاصة ببرنامج عائلة الأهلي لوضع الأهلي في المكانة الكبيرة اللائقة به بإذن الله اشتركوا في القناة